خبر عاجل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف يعين شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم داخل اروقة الكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا بكم الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف يعين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة في اللجنة المالية اللجنة المالية هي احدى اهم اللجان الدائمة للكاف للفترة الممتدة ما بين 2022 و2024 التعيين جاء عن طريق مراسلة موقعة من الامين العام للكاف فيرون موسينجو اومبغو نيابة عن رئيس الكاف الدكتور باتريس موتيسيبي يسعدنا ابلاغكم بتعيينكم كعضو في اللجنة المالية للكاف وفقا للوائح الاتحاد الافريكي رئيس الكاف عبر عن تهاني لرئيس الفاف شاكرا له مسبقا مشاركته ومساهمته في اسراء عمل اللجنة مستقبلا هل الكاف يجامل شرف الدين عمارة على حساب المنتخب الجزائري اما ان شرف الدين عمارة زو كفاءة كبيرة في هذا المنصب قولنا رأيكم في التعليقات الكاف يعين شرف الدين عمارة في الكاف في اروقة الفاف في الفترة الحالية طبعا الجمهور الجزائري الان منشغل انشغالا كبيرا بقضية وطعن الفاف وبشأن اعادة مباراة الجزائر والكاميرون نظرا للاخطاء التحكمية الكبيرة للحكم الجنبي بكاري جسامة يريد تقولون رأيكم في التعليقات ولا تنسوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة